أعلن شركة صحاب للحلول الذكية عن توليها مهمة الإشراف والتطوير على مشروع دليل إدارة الوثائق الإلكترونية للدوائر الحكومية في الشارقة الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة الذي تطلقه هيئة الشارقة للوثائق والإرشيف بهدف تقديم مجموعة من الإرشادات المتعلقة بكيفية إدارة الوثائق الإلكترونية الحكومية وآلية أرشفتها جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة بحضور سعادة صلاح سلم المحمود مدير عام الهيئة وأمين الزرعوني المدير التنفيذي لشركة صحاب للحلول الذكية